وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التليفزيون المصري كريم بيبرس كريم بعد التحية أنقل لنا الصورة لديك الآن تحياتي لكم وتحياتي لجميع أستاذ المشاهدين بينما أنا أتحدث لكم الآن مرة بالفعل من جانبي عدد كبير من الشاحنات وأنا الآن متواجد داخل مدينة العريش على مقربة من صالة صالة المغطاة هذه الصالة المغطاة التي يتم وضع فيها الشاحنات المختلفة المساعدات المختلفة عدد كبير من الشاحنات يمر بالفعل الآن متجها إلى هذه الصالة ثم بعد ذلك سيتحرك إلى معبر رفح المصري ذلك بالطبع لدخول هذه الشاحنات وقد دخل بالفعل عدد كبير منها عبر بوابة معبر رفح المصرية إلى الجانب الفلسطيني ولكن لا يوجد معلومات عن تسلم الجانب الفلسطيني عن هذه الشاحنات أم لا حتى الآن نظرا لعرقلت قوات الاحتلال دخول هذه الشاحنات أما بالنسبة للوقود الذي دخل مع هذه الشاحنات والذي وصل حتى الآن إلى أربعة شاحنات من الوقود ما يقرب من ثلاثمائة ألف لتر سولار دخلوا بالفعل قالت الأونروا وقالت قوات الاحتلالة أنه سيتم استخدامهم للشاحنات المتكدسة بالفعل داخل الجانب الفلسطيني اللي يتم توزيع هذه المساعدات أيضا اليوم في مطار العليش الدولي بجانب الطائرات مثل الطائرة الكويتية عفوا الطائرة السعودية وأيضا طائرة من الأمارات وطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية وصلوا بالفعل بالمساعدات المختلفة إلى مطار العليش الدولي أيضا وصلت رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسلا والتي تحدثت عن أهمية الدور المصري في نقل هذه المساعدات وأيضا توجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية لما توسره من أسليب مختلفة لدخول هذه المساعدات إما عن طريق مطار العليش الدولي أو حتى المساعدات الأرضية والشاحنات المختلفة وأماكن التخزين أيضا داخل مدينة العليش التي تم نقلها بعد ذلك عبر بوابط نعبر رفح ولكن أيضا أورسلا جاءت معها طائرة أخرى محملة بيئة المساعدات من المفاوضية الأوروبية ولكنها كانت مساعدات إيوائية مثلا أشياء بلاستيكية لنقل المياه أشياء بلاستيكية معيشية أيضا بعد الخيام لهواء النازحين وقليل من المستلزمات الطبية هذا كان خلال مؤتمر صحفي أقامته أورسلا في مطار العريش الدولي وألقى فيه بيان عن المساعدات المختلفة وأهمية الدخول هذه المساعدات أيضا بالإضافة لذلك خروج عدد المزدوجة الجنسية التي تخطى 400 من المزدوجة الجنسية اليوم عبر بوابط معبر رفح المصرية ودخلوا بالفعل إلى الأراضي المصرية يأتي معهم جزء من المصابين الذين دخلوا أيضا مع وجود سيارات الإسعاف المتوقفة أمام بوابط معبر رفح المصرية في إذن دخول لهم لنقل الأشقاء في فلسطين ولكن الذي يعرق خروج المصابين من فلسطين أو من قطاع غزة هي قوات الاحتلال بسبب أنها تقصف سيارات الإسعاف أو حتى تقصف المستشفات مما يعرق الوصول هذه السيارات إلى السيارات الإسعاف المصرية ليتم نقل المصابين من الأشقاء إلى المستشفيات المصرية نعم كريم بيبرس مراسل التليفزيون المصرية شكرا جزيلا لك